احتفالات عمّة المدن والبلدات العربية فرحاً بانتصار المغرب وتأهل منتخبه إلى دور نصف النهائي في مونديال 2022 وهي أول مرة في تاريخ كرة القدم ينجح منتخب عربي بالتأهل إلى هذه المرحلة ما شاء الله بشكل عام واضح كدهش متعتشد الناس لانتصار من هالنوع وفوز من هالنوع مع أنه في مجال كرة القدم ولكن باكس كدهش الناس عندها شغف للنجاحات والانتصارات وما شاء الله مبارح بكت البلد هنا كلمة مختصرة مسكرة جد يعني الإشابة كان مفرح جداً مبارح نكتب تاريخ جديد في العالم كلياته في تاريخ كرة القدم أنه العرب موجودين على الخارطة وبكوة الإيمان والمثابرة جابت نتيجة مبارح المغرب كتبوا تاريخ من أول وجديد وبقوا يستاهلوا ليش بما حد الصدف صار اللي تغلب عليهم كروياً واستمرت الاحتفالات بالفوز حتى ساعات الليل المتأخرة حيث خرج الآلاف من أبناء المجتمع العربي إلى شوارع بلداتهم ومدنهم حملين الأعلام المغربية إلى جانب العلم الفلسطيني في مشهد وحد الشعوب العربية خلف إنجاز مغربي وبث الأمل في نفوس العرب وعزز إيمانهم بأنفسهم وقدراتهم على صنع المعجزات الحمد للعرب بالعلمين طبعاً إشي مشرف وإشي برفع الرأس طبعاً لأهلنا في المغرب ونتمنى لهم الفوز بالكأس إن شاء الله يعني طبعاً درك الثاني هو أسولهم برضو مغربي يعني الأسول المغربي ونحن نفتخر في هذا الأصل طبعاً وبكى الفوز مش بس فوز للمغرب وبكى للوسطة العربي عامة تنكيل وبالمحلياً وكترياً وبكل العالم حتى لو نوصلوا لهذه المرحلة من المنديال وهو النصف النهائي يعني إيش اللي ما كناش نحلام فيه حتى فكانت الفرحة كبيرة للشعوب العربية خاصة يعني هنا بأرض فلسطين كل شاف يعني بعد اللعبة أثبت المنتخب المغربي جدارته في المنديال وفي مبارياته مع أقوى الفرق الأوروبية ونجوم كرة القدم مشاهد سوف يسجلها التاريخ أدخلت الفرحة إلى قلوب مئات الملايين من العرب وعززت لديهم الثقة بالنفس والقدرة على تحقيق إنجازات عظيمة وعلى كافة الأصعدة تضامناً مع انتقال أسود الأطلس للمربع الذهبي وخروج ملايين العربي في العالم للاحتفالات بهذا الإنجاز الكروي العربي غير مسبوق خرج المئاته من النقب إلى الشوارع الرئيسية احتفاءً بفوز منتخب المغرب على البرتغال طبعاً فوز المغرب هذا طبعاً فوز لكل العرب في البلد عامة وفي العالم عامة وبالبلاد الخاصة فوز لكل العرب طبعاً المنديل هذا طبعاً فخر لكل العرب والنجاح لجميع العرب في قطر وإن شاء الله متأمل لكمان إن المغرب تصل النهائي وتأخذ الكاس العالم بإذن الله تعالى وتم تسجيل أزمة سير خانقة في رهط والبلدات العربية عامة تشبه أيام العيد وتعالت أبواق السيارات وأطلقت المفرقعات ووزعت الحلوى في مناطق مختلفة السعادة التي بثها المنتخب المغربي في ربوع نقابنا وفي ربوع وطننا بشكل عام أسعدت الجميع أسعدت الطفل قبل الرجل وأسعدت الرجل قبل أيضاً الشيخ هذا إن دل فإنما يدل على أن شعبنا العربي في جميع المجالات متعطش إلى مثل هذه الانتصارات بصراحة سرورنا وفرحنا جداً اليوم في فوز المغرب وتأهلنا النصف نهائي طبعاً فنستحق الفوز رأينا كمان أن العرب متعطشين للانتصارات وهذا الأشيء مفرح سواء شباب أو أولاد وأطفال اللي انبسطوا بهذا الفوز ومشاركة كبيرة من الجماهير العربية أعتقد أن مسموح الانبسط مسموح نشارك الفرحة مسموح نطلع كمان ونبث الفرح اللي حسين فيه وبالرغم من السعادة الغامرة عبر مواطنون عن أسفهم من حالة الفوضى وتشكيل خطراً على حياة المواطنين أثناء التفحيط واستعمال المفرقعات بصورة غير آمنة صفارة الحكم تعلن انتهاء المباراة التي أقصى فيها المنتخب المغربي نظيره البرتغالية معلناً بذلك ارتقاءه إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر لتخرج الاحتفالات عن بكرة أبيها حول العالم وفي البلاد هنا خرجت الجموع إلى الشوارع محتفلة بهذا الانتصار التاريخي في البلاد هنا تابع اليهود العرب من المغربيين المباراة حيث رفرفت الأعلام المغربية وسط متابعة العشرات من اليهود العرب الذين يعيشون في إسرائيل من أصول مغربية لهذه المباراة لتعمى الاحتفالات بينهم مع انطلاق صافرة الحكم معلنة عن فوز المنتخب المغربي هنا يبدأ العد العكسي للثوان العشر الأخيرة لهذه المباراة قبل انطلاق الاحتفالات فيما يقرر يهود عرب مغربيون الذين يعيشون في إسرائيل الخروج إلى الشوارع أسوة بالملايين الذين خرجوا حول العالم احتفالا في هذا الانجاز التاريخي وأما البعض الآخر الذي اختار الاحتفال على أنغام الموسيقى المغربية وكلها مشاهد تأتي لتؤكد أن مساعي سلخ اليهود العرب عن تاريخهم قبل إسرائيل تتحطم على أبواب منديال قطر أضيئ مساء يوم السبت برج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رامالله بعلم المملكة المغربية احتفالا بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى المربع الذهبي في منديال قطر الفين واثنين وعشرين بعد فوزه التاريخي على منتخب البرتغال ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور المتقدم في كأس العالم واستقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد أساف في مقر الهيئة سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان وشاركا معا في إضاءة البرج بالعلم المغربي وهنأ أساف المغرب ملكا وحكومة وشعبا بالانتصار التاريخي متمنيا أن يتوج المنتخب المغربي بكأس العالم وقال إنه تم إضاءة برج التلفزيون لعدد محدود من المناسبات الوطنية وفوز المنتخب المغربي وتأهله التاريخي يمثل مناسبة وطنية فلسطينية وفوزا لفلسطين وللعرب جميعا وأشار إلى أن المنتخب المغربي أدخل الفرحة إلى قلوب أبناء شعبنا الفلسطينية من جانبه شكر مزيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودولة فلسطين وتلفزيون فلسطين على ما وصفه بالعلامة الخالدة في أذهان المغربيين وفي التاريخ وللشعب الفلسطيني على التضامن مع المغرب في فوزها أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعارض مشروع قانون يهدف إلى توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلية بموجب مطالب رئيس حزب عتسما يهوديت الفاشي إيطامار بن كفير المرشح لتولي المنصب وذكرت مصادر أن المستشارة القضائية رأت أن مشروع القانون سيؤدي إلى صحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة ونقله بشكل كامل إلى الوزير يذكر أن مشروع القانون ويقضي بأن يقرر وزير الأمن الداخلي الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير وأن يكون الوزير مسؤولا عن إدارة الشرطة وتفعيلها ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك سيتم إقرار سلم أولوياتها عشرة أيام إضافية أخيرة صرح بها رئيس الدولة لبنيمين نتنياهو ليشكل حكومته الخامسة وفي هذه الأيام المتبقية يحتاج نتنياهو تعيين رئيس كينيست مطيع وإلى تغيير قوانيني أساس هدف الرئيسي هو إجراء تعديلات قانونية تسمح أولا لأريد رعي بأن يشغل منصب وزير على الرغم من إدانته بمخالفات ضرائبية وفرض عقوبة السجن عليه وأيضا تعديلات قانونية فيما يتعلق بالصلاحيات التي يطلبها سموتريتش كوزير المالية وأيضا بالصلاحيات التي يطلبها بنكفير من القوانين الأساس الأخرى التي يسعى شركاء نتنياهو تغييرها هو قانون توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي إتمار بنكفير والذي يريد من خلال هذا القانون التدخل بعامل לשرطتي وتوجيهها قانون أعلنت المستشرة القضائية عن رفضها لسمحي به ليبدأ بنكفير حملتا شيطنت للمستشرة אני מאלה שסבורים שבמדינה דמוקרטית השר הוא זה שצריך להכתיב את המדיניות נכנסתי מתחת לאלונקה ואני רוצה להיכנס למשרד מאוד לא פשוט כדי להחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל אבל גם אם יש מחלוקת אפשר לנהל אותה בנועה בדרך לגיטימית ולא בדרך של הצסה והמרדה في نهاية الأسبوع خرج أعضاء الكنيسة من المعارضة إلى الجسور ومفارق الطرق للاحتجاج على الاتفاقية الائتلافية التي يعقدها نتنياهو ومن بين الخارجين كان رئيس المعارضة المستقبلي يائير لبيد يبدو هذا المشهد الاحتجاجي قد يصبح مشهدا مألوفا في عهد حكومة نتنياهو الخامسة اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة الرملة في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في جريمة إطلاق نار ومحاولة القتل التي وقعت على شارع ستة قبل أيام والمعتقل ينضم إلى شابين آخرين اعتقلتهم الشرطة بشبهة إطلاق النار ومحاولة قتل شابين في سيارتهما على شارع ستة بالقرب من مدينة اللد يذكر أن شابا كان قد أصيب بجروح خطيرة وآخر بجراح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت ليلة السادس من كانون الأول الماضي على شارع رقم ستة بمصاره عند مفترك بين شيمين باتجاه الجنوب شب حريق بسيارة خصوصية في مدينة حيفا وألحق أضرارا جسيمة وخسائر فادحة للسيارة كما تضررت سيارة أخرى كانت مركونة بجوارها وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة دون التبليغ عن اعتقال مشتبهين أو أي التفاصيل أخرى وفي ذات السياق تعرضت سيارة خصوصية في حيفا فجر يوم الخميس الماضي لحريق أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارة ولم تعرف أسباب الحريق بعد في الوقت الذي تشهد فيه المدينة في الآونة الأخيرة حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة على خلفية جنائية أجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن ضياء جابر من مدينة الطيبة على هدم منزله بحجة عدم الترخيص هذا وأجبر المواطن جابر على هدم منزله تفاديا للغرامات وتكاليف الهدمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال لم يهدم منزله بنفسه ما اضطره لتنفيذ أمر الهدمة وأقامت العائلة بالتوجه إلى ساحة بلدية الطيبة للتظاهر احتجاجا على عدم المساعدة والوقوف بجانب العائلة للحصول على ترخيص تعلن شركة شتراوس عن رفع أسعار منتجاتها بنحو 3% حيث سيطرأ ارتفاع آخر على المنتجات الأساسية من الألباني والأجبان في موجة غلاء أخرى لم تعد تعرقل المستوى المعيش لدى الأسر الفقيرة فقط وإنما أصبحت تدق أبواب المحال التجارية التموينية لا شك أنه غلاء الأسعار الشرك الكبير لما بترفع الأسعار بأثر على كل الطبقات في المجتمع وإحنا كأصحاب محلات تجارية هذا بأثر علينا مباشرة وبدخلنا في وضع كثير صعب يعني فيه إحراج يعني أو بدك أنت تفكر هل تخسر الزبونك إذا بدك تروح يتغلي وتظلك يتغلي حسب كل يوم في عنا غلاء بالأسعار إذا بدك تظلك يتغلي معناته الزبون بدي يشعر أنه الوجبات اللي عندها كون المطاعم صارت أسعار عالية ساعتها ممكن يكون فيه زباين أقل ولكن لا شك أنه الغلاء إحنا كأصحاب محلات كثير بحطنا في مواقف أو بنبلش نفكر منين نجيب نخذ قروض علشان نقدر نسكر طبعا الديون والشكات اللي بنعطيها لقدام بأثر كثير كثير علينا موجة غلاء جديدة تطل على أصحاب المصالح التجارية وأرباب المنزل في ظل المناسبات والأعياد التي تكثر فيها الضيافة وزيارة المطاعم ما أدى إلى إثارة ردود فعل من قبل أصحاب المحال التجارية التي تضطر إلى رفع أسعارها إحنا أمام فترة صعبة جدا بالإضافة لغلاء الأسعار المشهود على مستوى المواد الأساسية في نقص في مواد الخام اللي نعكس على وجود بعض المنتجات ونقصها من السوق الظهر أن الحرب الروسية الأوكرانية الكتب غلالها على مستوى الاقتصاد العالمي نحن أمام موجة غلاء أسعار أمام موجة نقص في المنتجات الأساسية وكما معلوم لدى الجميع شركة الشتراوس أعلنت مؤخرا عن رفع منتجاتها بقيمة ما يقارب 10% سبكتها شركة أوسم وسبكتها شركة تنوفا السؤال ما هو مصير العائلات المسطورة العائلات محدودة الدخل أمام هذا الغلاء أمام هذا الاستفحال في الأسعار الارتفاع المستمر في الأسعار وغلاء المعيشة التي لا تنجح حتى الآن الحكومة في كبح جماحه يدفع المواطنون أكثر نحو الفقر حيث لم يعد الراتب الشهري للمواطن كافيا لمصاريف أسرته الشهرية في ظل الارتفاع الحاد في مستويات غلاء المعيشة خصوصا عندما يتم مرافع سعر المنتجات الغذائية الأساسية أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الأسير المريض ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان نقل بشكل عاجل من سجن الرملة إلى مستشفى مدني بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته وهبوط في دقات القلب وعن تفاصيل الوضع الصحي للأسير أبو حميد فتشير آخر المستجدات أن حالته الصحية دخلت منحنا خطيرا جدا وتتفاقم بشكل سريع فهناك انتشار واسع للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده والتي تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية والأسير ناصر أبو حميد هو واحد من 24 أسيرا فلسطينيا يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة بل هو يعتبر من أصعب الحالات المحتجزة داخل سجون الاحتلال ويبلغ من العمر 49 عاما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لثنيه عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شركاءه من اليمين الإسرائيلي المتطرف والالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وفرض المقاطعة على الحكومة الإسرائيلية في حال لم تلتزم بذلك ودانت الخارجية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتي كان آخرها اعتداء المستوطنين على المواطنين في تلر ميدا بالخليل والاستيلاء على مئات الدنومات شرق قلقيلية واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والدعوات التي تطلقها الجمعيات الاستيطانية لحجد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد لمناسبة الأعياد اليهودية القادمة أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد زياد أبو عين الوزير أحمد عصاف أن اسم الشهيد أبو عين سيبقى محفورا في الذاكرة الوطنية وسجل الخالدين كأحد رموز المقاومة الشعبية التي قدمت حياتها دفاعا عن فلسطين أرضا ووطنا بعد مسيرة حافلة خاض خلالها معارك النضال في صفوف حركة فتح وأضاف عصاف في كلمته خلال وضعه إكليلا من الظهور على ضريح عضو المجلس الثوري لحركة فتح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السابق الشهيد أبو عين في الذكرى الثامنة لاستشهاده بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعائلة الشهيد وشخصيات وطنية واعتبارية أن الوفاء له ولكل الشهداء أن نبقى على العهد متمسكين بحقوقنا الوطنية وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في جمعية الشبان المسيحية في مدينة غزة حفل أعلن من خلاله بدء فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وذلك بحضور شخصيات اعتبارية ووفد إيطالي مسيحي وعدد من المسلمين الذين يصرون في كل عام على مشاركة جيرانهم المسيحيين بالاحتفال من ساحة جمعية الشبان المسيحية من قطاع غزة المحاصر رسالتنا رسالة السيد المسيح، رسالة المحبة، رسالة السلام متمنين لكل الشعب العربية تعيش بمحبة وسلام نتمنى من حكامنا العرب يفهموا رسالة السيد المسيح ويتعايشوا فيها رسالة السلام ورسالة المحبة وبتمنى من كل شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة مسلمين ومسيحيين يقدروا يمارسوا شعارهم الدينية في القدس الشريف في الأقصى المبارك وفي كريسة القيامة منع أمني إسرائيلي يحرم 380 مسيحيا من الاحتفال بعيدهم المجيد في بيت لحم حيث قدم 900 اسم من غزة للحصول على التصريح للمغادرة ولكن الاحتلال منح التصريح لأشخاص متوفين أو خارج البلاد ومنحها أيضا لأطفال دون الأبي أو الأم مما يحرمهم من زيارة الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها نحن اليوم موجودين في جمعية الشبان المسيحية لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد ونحكي لكم كل عام أنتم بخير وإن شاء الله يكون عام مليء بالسلام والحب أنا كثير أتمنى أن نعيش في سلام ونقدر نسافر ونيجي ونطلع كيف ما بدنا بدون تصريح بدون قيود بدون حصار يعني إن شاء الله هذا بنتأمله إحنا كنت بتمنى السنة هاي أن أنا أطلع أحتفال في بيت لحم أنا وأهلي وأهرايبي اللي بتضفها بس للأسف ما طلعنا تصريح ومرفوضة أمني لأسباب ما بعرفها أجواء من الفرح عمت الجمعية والأمنيات كانت أملا بأن يعم السلام أرجاء فلسطين ليستطيع الجميع أداء شعائره الدينية في القدس الشريف وفي نهاية الاحتفال قام المطران أليكسيوس بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع شكرا